النظام الإيراني لا يدفع شيء إلا أن يأخذ مقابل له مثلا اليوم في سوريا تجد بأن نظام ولاية الفقه و أنا طبعا معلومات مهمة أود أن أقولها لكل المشاهدين أن إيران ليست هي جمعية خيرية الولي الفقه لا يقدم شيء لله نأتي إلى مثلا إلى سوريا كما قلت و بيّن منذ سنوات و نظام ولاية الفقه يتحمل الميزانية للدولة السورية فيدفع بالمليارات ولكن هل هناك مقابل نعم المقابل أولا بأنه يأخذ عقارات يعني يأخذ الأراضي السورية و يسجلها باسم الحكومة الإيرانية إذن ما يدفعه على أنه يساعد كما الوصف و الإدعاء لسوريا سوريا طبعا النظام الفاشل الدموي الأسدي إنما يأخذ مقابل أيضا إذا أتينا إلى العراق والمعلوم بأنه كل ما قدمه للعراق يأخذ بدل ذلك النفط العراقي و يأخذه و يشتريه بأثمان بخث إذن لا يقدم شيء هذا النظام إلا مقابل شيء أكبر منه نأتي إلى لبنان ماذا قدم للبنان بعض الحفنة من الدولارات لكن مقابل ذلك أخذ ولاء لكمية أو لحجم كبير من الشيعة في لبنان و استعملهم اليوم في حروبه العبثية في مشروعه استغلهم اليوم للأسف البندقية التي تدعى بأنها بندقية مقاومة بأنها تحولت لقتال أهلنا مثلا في العراق تحولت لقتال أهلنا مثلا في سوريا تحولت لقتال أهلنا في اليمن و أيضا في أماكن أخرى فأصبحت هذه بندقية مرتزقة فلا يحسب أحد بأن ما تقدمه إيران من أسلحة و عتاد و من دعم لوجستي لأي جهة عربية سنية كانت أو شعية إنما هذا لله أو يكون من دون مقابل لا أبدا إيران لديها مشروع واضح و فاضح في الدخول واحتلال الدول العربية